اياد متضامنة جانبائية الاياد المتضامنة نقوم بمرافقة المهاجرين كل ما يخص فحوصات طبية ومساعدات إنسانية خاصة في غابة بليونش بحدود بين تتوان وسبتا فكل أسبوع كنتقل الفريق طبي اجتماعي إلى غابة بليونش لمساعدة المهاجرين سواء بفحوصات طبية أو الأغذية أو ملابس كنعونهم بصفة مستمرة وكذلك يحتاجون شيء مساعدات كيكون تصل بينتنا كيعطونا في التليفون وكينتقل الفريق إذا دعت الضرورة كنقوموا كذلك بحملة المساعدات الإنسانية في غابة بليونش من غير مرافقة في غابة بليونش فكذلك إذا تعرضون إصابات ومشون المستشفية سواء في الفنيطق أو المدياق أو ستوان فالفريق طبي اجتماعي لجمعية الأيدي المصادمين كيرفقهم وكيزورهم في المستشفى وكيشوف الحاجيات ديالهم من أدوية من أغذية جمعية استطاعت واستطاعت طاقمها الشاب مد يد العون لمهاجرين في وضعية غير شرعية تقطعت بهم السبل واختاروا الوصول إلى أحضان إسبانيا عبر تخطي سياج حديدي ترك فيهم آثارا وجروحا لن تندمل للأبد بالنسبة لجمعية الأيدي المتضامنات كريت في سنة سنة 2010 كتقوم بمجموعة من الأنشطة طبعا بيشاركة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع المنظمة الاتحاد دولي الهيلة الأحمر والصليب الأحمر بالنسبة للأنشطة التي نقوم بها هنا مع المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء والمهاجرين عامة عندنا مجموعة من الأنشطة التي تساعدهم على الاندماج داخل المجتمع المغربي من بينها دروس اللغة الإسبانية وهذه الدروس وهو نموذج للاندماج حتى المهاجرين يندمجوا مع المغاربة يعني القسم فيها مخلطين وكذلك عندنا دروس الدرجة المغربية وعندنا حصص الإعلاميات وعندنا الهاتف التضامني الذي هو هاتف يقوم بها المهاجر بالاتصال مع العائلة وعندنا لكسي الانترنت كذلك الانترنت الحر وعندنا الخزانة التضامنية اللي هي مجموعة من الملابس والمواد الغذائية ومواد النظافة والأغطية كنقدموها المهاجرين وكذلك عندنا واحد الفورميسيون اللي غدي يبدأ في هات سيمانة اللي هو الحلاقة دروس اللغة الحلاقة دروس الحلاقة مش هي اللغة الحلاقة اللي هي دروس نظرية وتطبيقية كذلك بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الأخرى اللي كندروها لهم هنا يدخل المقار بحل كين سينما كندروها مرة في جوش سيمانات ولا ثلاثة سيمانات على حسب المهاجرين هذا كيكون واحد الجانب آخر باش يخفو شوية تخفيف من المعاناة وتخفيف من المجموعة من العوائق اللي كتصيبهم دائما ترجمة نانسي قنقر